أهل البقوف أكثر على تفاصيل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان ينضم إلينا عبر سكايد من زيوريخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبدالقادر أهلا بك معنا سيد فرانكو أهلا بك سيد فرانكو بداية ما الذي يجري في لبنان هل هو أزمة سياسية تتبع أزمة اقتصادية أم أنها محض أزمة اقتصادية يعني بداية تحية لكم والمشاهدين الكرام هذه أزمة كيان ليست فقط أزمة سياسية أو اقتصادية أو مالية أو معيشية كل هذه الأزمات أسفرت عن أزمة أزمة وجودية للبنان واللبنانيين اليوم الكيان اللبناني معرض للإنهيار أكثر من أي وقت مدى لم يمضي على اللبنانيين مثل هذه الأيام الصعبة التي ينهار بها كل شيء واللبنانيون يشهدون بأعينهم كيف أن كل الكطاعات في لبنان تنهار وهم لا يستطيعون فعل شيء بالفعل هذه أيام صعبة على اللبنانيين لم نشهدوا متيلا لها ولا حتى في الحرب العالمية الأولى لأن المجاعة تهدد لبنان المجاعة تهدد اللبنانيين ولكن اليوم الأكثر أن هناك فئة من اللبنانيين يحملون السلاح وهم مدججون بينما بسلاح بينما اللبنانيين الآخرين لا يملكون أي سلاح وبالتالي هذا شيء خطير وعلى الدولة اللبنانية أن تتدارق لم للأسف أركان السلطة موجودون وهم غير موجودون وبالتالي لا يستطيعون فعل أي شيء بدون أن يحصلوا على موافقة حزب الله طبعا وهو الآمر ناهي في لبنان وبالتالي ليس هناك من بوادر حل للأزمة حالية بما أنك جئت على ذكر حزب الله وأنه ربما مسيطر فعلا على مقاليد الأمور في لبنان ما هو مفتاح الحل الذي يملكه حزب الله ويمتنع عن تقديمه؟ يعني حزب الله يمتنع عن تقديم الحل الحل بسيط وهو تخلي حزب الله عن سلاحه والانخراط بالعملية السياسية ولكن بدون أي سلاح وبدون أي عسكرة عسكرة لمواقفه حزب الله يعني هو طبعا كما تعلمون هو الآمر ناهي في لبنان وهو أكبر من لبنان وبالتالي حزب الله وبرعاية إيرانية استطاع أن يثبت أقتامه في النظام اللبناني في الهيكل اللبناني وأصبح يسيطر على كل شيء وبالتالي الحل ربما يكون الحل الوحيد هو طبعا بتسليم سلاح حزب الله أو إخراجه من المعادلة لم يستطيع اللبنانيين لم يستطيع الشعب اللبناني يعني إخراج حزب الله من المعادلة يجب عليهم أن يطالبوا بتدخل أجنبي والتدخل الأجنبي هو الوحيد القادر على منع حزب الله من استعمال سلاحي وعلى سحب سلاح حزب الله من الأراضي اللبنانية نعم بموضوع التدخل الخارجي كان هناك مبادرة فرنسية لحل الأزمة الاقتصادية وسياسية في لبنان يعني ما الذي حصل في هذه المبادرة أين تقف الآن هذه المبادرة المبادرة الفرنسية يعني طبعا هي من ضمن شروطها عدم شاركة حزب الله في الحكومة حزب الله لن يشارك مباشرة في الحكومة وهذا أضعف الإيمان ولكن بالطبع كل أركان السلطة يطبعون لحزب الله فوق الطاولة أو تحت الطاولة وبالتالي هذا لن ينفع اللبنانيين يعرفون أن حزب الله ممثل في السلطة وفي المعادلة اللبنانية بكل أطيافها وهو بالتالي يسيطر على معظم السياسيين والنخبة السياسية في لبنان ومن هنا حتى لو نجحت المبادرة الفرنسية لا أحد من الدول العربية والأجنبية يطيق بأن هذه الحكومة التي ستتألف ستكون بمعزل عن حزب الله أي أنها لن تضم حزب الله في سياستها ليس بين أعضاء وزرائها ولكن بالطبع ستكون موالية لحزب الله لأنها لا تقوم قيامة حكومة في لبنان بدون رضا حزب الله وأمين عامه حسن نصر الله عنها وبالتالي المبادرة الفرنسية نستطيع أن نقول أنها ولدت ميتة لأن الوضع اللبناني معقد من حيث وعدم مشاركة حزب الله الحل الوحيد هو بتدخل أجنبي تحت البند السابع لجلاء حزب الله عفوا وكما يسمونها اللبنانيين الميليشيا الإيرانية من لبنان غير هذا يعني هو زوبة عثي فنجان نعم إذن فرانكو عبدالقادر مدير والمركز السويسري لدعم الديمقراطية كنت ضيفا عبر سكايب من زيوريخ شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك